هذه الأراضي الخضراء هي نتيجة تحدي رفعه فلاحوا ولاية بشار الذين قاوموا الظروف المناخية الصعبة ونقص الإمكانيات مثل الكهرباء فحققوا نتائج باهرة في مختلف الشعب الفلاحية جينا نستطمر هنا رأنا ندرنا البحيرة نتعلى البتيخ والدلاح وخدمنا سبارك الله ماشي ما خدمناش جبدنا الخيرات بصح من قلة الماء قلة الماء كيدخل سخانة قاوية صاي ما قدرناش نقاوموها بالحاسي واحد ما تقدرش تقاوم بحيرة كما هك بالماء الله غالب خص نطلبهم للسلطات تساعدنا تدلينا حل الاستثمار في مجال الفلاحة بالمناطق الجنوبية ليس بالأمر السهل لكن بفضل شباب مثل عبد الكريم تم تذيل العقبات التي تواجه العمل الفلاحي رأنا نخدم الفلاحة بسرعة عندنا مشكلة نتعال نقص المياه والكهرباء احنا ما احنا طالبين والوما طالبين لدعم دامات دي الوال احنا يعاونونا بالكورة والماء يطولنا ترخيش باش نحفر الآبار ونحقولنا تريسينتي هذا مكان نطلبهم للسلطات تساعدنا هنا رأى كاين تناقض من تال فيلاحة من جيها يقول لك روح خضر ونجي نسوي لك الوضعية نتاعك ومن جيها للزاوجة ما كانش باش تخضر رك شفت على عينك صورت البير ما كانش تريسينتي ما كانش ترخيص يعني طلبوا غير الترخيص هذا ما نطلبوا شباب قرر الانخراط في مجال الاستثمار الفلاحي الى ان مستقبل نشاطهم يبقى مرهونا بدعم الجهات الوصية من اجل تطويره